الله أكبر ضياء هادي العيساوي قتل في سيطرة السقور صاحب سيارة أجرع بعد إن كان شرطياً وتم تصفير راتبه كالآلاف من أقرانه حملوا جنازته إلى مقبرة الشهداء لوارث ثرا فيها أخوته أكدوا أنهم سيفعلون ما بوسعهم لينال الفاعل جزاءه العادل مشاجرة مشاجرة حتى بالحكومة مشاجرة مشاجرة يعتقل إن كتل كتل عصا يأخذونه بس مو يكسل مو مثل بيه تمثيل هذا مثل بيه بسيارة بمسل سيارة ماكو طائحة تجيه تفترض تلقى تجيه على السيارة قبل على حلقة هوا لاقيها بيها دولة هاي بيها دولة ما تقولوا بيها دولة يمن يبسع المال لكم من هو أنا ما أطالب أطالب بي أريده أريده حقيقة ميتة أريده إحنا عدنا عشائر ننخل عشائر مالتنا وعدنا عمام هم اللي يحشون اللي أكبر من عدنا وعدنا حكومة محلية وعدنا حكومة حكومة شرطة الأنبار بقيادة هادر زيج والفلوجة بقيادة عقي جمال هو اللي يأخذ حقنا هو إحنا نريد حقنا من عنده ومن العشائر الحكومة المحلية حضرت التشيع وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وأن القضاء يأخذ مجراه في الحادثة فتح السيطرة خارج يعني إمكانية يعني حكومة الأنبار متعلقة بقيادة عمليات بغداد والأمور جارية أيضا يعني كل اللقاءات والمخاطبات جارية لفتح السيطرة إن شاء الله تعالى تعالى هذه كل الأمور اللي قلتوها واصلة للحكومة إن شاء الله واصلة لقائة عمليات بغداد بالتنسيق مع محافظة ومع أعظم نجلس النواب ومع الوزراء الموجودين حقيقة دا يشتغلون على فتح السيطرة لكنه يعني هي كل ما تجيلك إلى جهة تقول جهة يعني المحافظة تبنت يعني تجهيز كل بناء تحتية للسيطرة ومليون باشرة المحافظة بتجهيزها وأيضا العمل جاري على توفير سونارات للسيطرة حتى يعني يعني تجهز بكل مسلزماتها سيطرة الصقور شهدت حالة قتل هي الأولى من نوعها منذ عودة العوائل للمناطق المستعادة في وقت تزداد فيه المطالبات بعادة فتح السيطرة ومنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان فيها حادثة القتل في سيطرة الصقور هي آخر ما كان يتوقعه أبناء الفلوجة والأنبار المارين بالسيطرة ومطالبات كبيرة وشديدة من أبناء هذه المدينة بضرورة فتح السيطرة من الفلوجة سلام خالق